بمشاركة سبعين شركة من مختلف دول العالم انطلقت على أرض معرض بغداد الدولي فعالية معرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ايتكس ويهدف المعرض الذي نظمته وزارة الاتصالات إلى المضي في إكمال مشاريع التحول الرقمي ودعم التوجهات الحكومية لتطوير البلد في مجالات التكنولوجيا وتطوراتها تكلمنا على عدد المشاريع المنجزة لهذا العام وضمن الخطة الستراتيجية اللي عددتها وزارة الاتصالات اليوم العراق يحتل مركز 47 في قوائم اللي كان يتذيلها اليوم في مقدمة الدول اللي يتوفر خدمات الانترنيت اليوم نحن مقبلين على مشاريع وخطة ستراتيجية محكمة لهذا العام ومثلوا شركات المحلية والأجنبية عبروا عن ارتياحهم للمشاركة في المعرض من أجل مواكبة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي مشيرين إلى وجود توجه عالمي نحو السوق العراقية اليوم صراحة معرض ايتكس هو انطلاق حقيقي لموضوع التحول الرقمي في العراق واليوم الشركات العراقية قادرة على الانطلاق بمجال التحول الرقمي وقدمت الدول المشاركة في المعرض ومنها الولايات المتحدة وكندا واليابان ودولة الإمارات منتجات في مجال تكنولوجيا الأنظمة المصرفية وخدمات الانترنت وشركات الكابل الضوئي إضافة إلى عرض المشاريع الصغيرة التي تعنى بالتحول الرقمي طبعا يعتبر هذا المعرض قفزة نوعية مقارنتها بكل المعرض التي صارت على هذا المستوى السنين التي راحت شركات المساهمة وشركات المحترمة وشركات عالمية رصينة مختلف الأجهزة ومختلف التكنولوجيا يعني فشي حلو ان شاء الله وزارة الاتصالات العراقية رأت في المعرض والمؤتمر المصاحب فرصة تعين العراق على التحول الرقمي وإنجاز مشاريع الحوكمة الإلكترونية بالكامل مطلع العام القادم فيما أعلنت عن مشروع طموح في القريب العاجل لامتلاك قمر صناعي عراقي أسعد الزلزلي الحرة